بالنسبة لا نتحدث عن مؤشرات الآن نتحدث عن تصريحات نتحدث عن إعلانات السيد المشيشي أعلن بوثوق وبصراحة عن أنه سيختار حكومة كفاءات أي حكومة غير مشكلة من الأحزاب إذا ما شأن التدقيق في اختيار يضرب به عصفورين أو بذات الحجر من جهة يراعي مقتضيات الضرورة ومن جهة ثانية ينهج المنهج الذي يراه مناسبا خاصة مع ما نعلمه من أنه يتمهى في هذا الأمر مع الرئيس الجمهورية السيد قيسعيد من جهة قابلية النجاح من عدمه فإن هذا المعطى لا يخضع للإرادة الذاتية للحكومة بمعنى برنامج بما هي برنامج وبما هي تركيبة وبما هي أشخاص وإنما يخضع إلى عوامل موضوعية منها الظروف الاقتصادية الصعبة والعويصة بالنسبة لأي حكومة أيا كانت سواء كانت حكومة حزبية أو كانت حكومة كفاءات وكذلك بتعاطي وبتفاعل مكونات المشهد السياسي مع هذه الحكومة الوليدة وعندما نتحدث عن مكونات المشهد السياسي على السواء نتحدث عن النسيج الحزبي سواء الأحزاب التي ستكون داعمة أو الأحزاب التي ستختار عدم الدعم وكذلك بقية المؤثرات في المشهد السياسي وأساسا المجتمع المدني والمنظمات الوطنية التي كان لها وسيكون لها حتى في المستقبل إسهام جلي وصارم وصريح في إنجاح مسار حكومي أو في إفشاله وأقصد بالأساس المنظمتين التاريخيتين المشكلتين لكل من العمال والأعراف أي الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة والاتحاد العام التونسي أو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة ثانية اللذاني كما قلت سيكون لها لهم إسهام بين في مستقبل الحياة السياسية على المدى القريب على الأقل ترجمة نانسي قنقر